قوانين التباديل بالنسبة هناك قانونين للتباديل قانون يستخدم عندما تأخذ جميع العناصر مثلا عندي سبعة طلاب نريد أن يجلسوا في صف مستقيم إذن نحن نريد أن يجلس السبعة طلاب في صف مستقيم هذا معنا أننا سنستخدم القانون التباديل نون مأخوذة جميعها العناصر جميعها وهذا يساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص ثلاثة في نون ناقص أربعة حتى نصل إلى ثلاثة في ثلاثة في واحد والتي كما بيناها سابقا الذي الضرب المتوالي يساوي باختصارا مضروب النون إذن هذا قانون من قوانين التباديل إذا أخذت جميع العناصر القانون الثاني إذا أخذت جزء من العناصر مثلا عندي عدد العناصر خمسة اشتمنهم ثلاثة أو عدد عناصر سبعة ويريد منهم اثنين نستخدم هذا القانون الذي هو يساوي مضروب اللي فوق اللي فوق كم نون نقول مضروب نون على مضروب الفرق بينهما نون ناقصراء الكل مضروب إذن هذا القانون يستخدم إذا أخذت جزء من العناصر وليست جميعها هذا المثال هنا كم عدد الطرق التي يمكن ترتيب أربع كتب في مكانين شاغرين بالمكتبة أي من القوانين سنستخدم هل سنستخدم القانون الذي هو تأخذ جميع العناصر أم جزء من العناصر نلاحظ هنا أنه عندي أربع عناصر نريد أن نرتبهم في مكانين فقط يعني نريد من الأربعة اثنين فقط على أشياء نشغل المكانين الشاغرين هذا معنى أننا سنستخدم القانون الثاني فقط الذي هو تبادل نون لراي يساوي مضروب اللي فوق مضروب النون على مضروب الفرق بينهما نون ناقص ر إذن القانون سيكون ب من هو الكتب الكتب عددها أربعة نريد منها كم اثنين فقط يساوي وفقا للقانون مضروب اللي فوق مضروب الأربعة على مضروب الفرق بينهما يعني أربعة اللي فوق ناقص الذي تحت 4 ناقص 2 مضروب 4 ناقص 2 تساوي مضروب الاثنين وهذا معنى أنه نأخذ من الاربعة اربعة وثلاثة ويبقى منها كم وفقا لخواص المضروب يبقى منها مضروب اثنين على مضروب الاثنين إذا نحن نلاحظ هنا أخذنا من الاربعة اربعة في ثلاثة بقي مضروب اثنين يختصر مع مضروب اثنين اربعة في ثلاثة تساوي كام تساوي اثناش يمكن للطالب أنه يقول اربعة في ثلاثة في اثنين في واحد وهنا يقول اثنين في واحد وبعدين يختصر يطلع نفس الناتج يساوي اثناشر طريقة لترتيب اربعة كتب في مكان شغري